نبقى في العرب رسائل سيسي إلى دول الخليج لا مواقف مجانية من مصر بعد اليوم حمل تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن توقف تقديم مساعدات اقتصادية لبلاده من دول صديقة وشقيقة إشارة واضحة إلى أنه لا مواقف مجانية من مصر في المستقبل داعمة لدول الخليج إذا توقف سيل المساعدات والمعونات التي كانت تحصل عليها في السنوات الماضية خاصة مع بداية حكمه وقالت أوصات سياسية مصرية إن كلام السيسي بشأن توقف المساعدات يهدف إلى تحقيق تهدئة نفسية من زوايا متعددة فهو يهيئ المصريين لاستعداد لمرحلة جديدة قوامها أن لا أموال خليجية دون مقابل بعد الآن وأن الخليجيين تغيروا وأن الدعم الذي سيقدمونه سيكون على شكل استثمارات وليس معونات وأشار السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي إلى أن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى ثم فاض بعض وسائل الإعلام المحلية على ضرورة الاعتماد على النفس والتعامل مع الواقع دون مساعدات بدأ شح المنح العيني القادم من دول الخليج وكشف مصدر اقتصادي لصحيفة العرب أن مصر لم تتلق دولارا واحدا من أي دولة خارجية على شكل مساعدات مجانية منذ بداية العام الجاري وهذا ما يدفعه إلى ضرورة التفاهم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بأي ثمن ترجمة نانسي قنقر